السلام عليكم اعزائي الطلبة اتمنى ان تكونون بصحة وعافية واسأل الله ان يحفظكم ويحفظ عوائلكم ان شاء الله عزائي الطلبة اليوم سوف نكمل محاضرتنا السابقة من الستوب كونسلنس حيث ناولنا في محاضرتنا السابقة الستوب كونسلنس ستكون من ست اصوات او ست احرف اليوم سوف نكمل الصوت الخامس والسادس وهنا K&G من الستوب كونسلنس في بعدي الامر هذا المحاضرة سوف تجدونها في صفحة 44 من الكتاب الرئيسي أوجه التشابه بين الصوتين K&G من الأول من الأول من الأن الجزء الخلفي من اللسان هو شنو is in firm contact is in firm contact with the soft palate يعني شنو تنامس مباشر او تصال مباشر ويا من ويا اللي هان نعم soft palate and the soft palate is raised so that the breathe is trapped for a short time لذلك ان الهواء شبي يبقى محصور لجزء قليل من الوقت من الفض ك ك صير هنانا الهواء شنو trapped for a short time the air is trapped for a short time where in the soft palate the second point when the tongue is lowered suddenly from the soft palate عندما the tongue شبيه ينخفض بشكل مفاجئ من soft palate اشقلنا احنا بنلفظ كان شبيه soft back of the tongue والsoft palate شبيه with a slight explosion يصير هناشنو من ينفك الترابط بين back of the tongue وال soft palate الشي صير هنانا يصير نوع من الهواء يخرج مباشرته من الفم وصير نوع من ال انفجار اوكي مثل ك ك اوكي من خرج الهواء مباشرته الصار هنا نوع من ال انفجار هسو حاليا نوصف لهذا الصوت describe description for this to these two sounds place شبيهن هنان اثنين المكان معاتهم فيلا المنار plosive ال voicing الك voiceless والق voiced strength الك strong والق weak length الك long والق short وال intensity الشدة شبيهن هنانا الك 40s والق londis اوكي شوفوا لهذا المرتسم انتبهوا عليه back of the tongue شبيهن هنه الجزء الخلفي من من الفضل الكانج جزء الخلفي من اللسان شبيه مترابط مع الكانج والحد الان خلصنا من stop consonant واصواته وهي 6 اصوات حاليا we will shift to another types of sounds وهن africades السراح نشرح africades ايضا مجموعة من الاصوات وهن الصوتين الج الج عن ج الج عن ج الج اوكي الج عن ج شنه يعني الافركades تعريفها they are the sound which are produced like any stop at the beginning and any fricative at the end الافركades هو مجموعة من الاصوات اللي مجموعة من الاصوات اوكي اللي هن ج and ج شبيهن هن بالبداية بالبداية تلفظهن شبيه اكو stop وبنهاية اش اكو fricative ببداية تلفظهن اكو توقف وبنهاية تلفظهن اش اكو احتكاك بالصوت يعني جمعا خصاء الصوتين وهن الافركative وشنو بعد وال stop اوكي first the air stops at some point in the oral cavity من الفض ش شكو هن بالبداية اكو الهواء يتوقف at some point in the oral cavity شبيهتوقف في جزء معي من الفم وبعدها من اه يخرج الهواء يسبب شنو friction احتكاك مثلا انا عدنا characteristics او الخصائص بين الصوتين والnotes المهمة او اوجه تشابه تجدونها في صفحة 46 من الكتاب note note number one the tongue tip touches the back part of the alvear ridge tongue tip touch the back part of the alvear ridge and the soft palate is raised نقطة الاولى نقطة الاولى النقطة الثانية the rest of the mouth is in the she and j position نقطة ثالثة the tongue tip moves away from the alvear ridge نقطة ثانية the tongue tip moves away from the alvear ridge الهنا فقط هذا اوجه التشابه او النقاط النوت مع ch and j من الاصوات africates هس وصف بين الاصوات ch and j place palato alveolar manner africative voicing ch voiceless و j voiced strength strong ch and j weak length long and j short and j fort and j length ch izz عزاء الطلبة هذين الاصوات المهمة اللي تغروهن واضافة الى ذلك ان شاء الله واضافة الى ذلك عزاء الطلبة ان شاء الله حسوي لكم جدول بالاصوات بالامثلة والفونميك ترانسكريبشن مال كل صوت والامثلة مالته عمود لا تتخربط عليكم اوكي بجدول معين هذين الامثلة المطالبين به الفونميك ترانسكريبشن المطالبين به اوكي او الرسم الصوتي ودومتم في صحة وعافية واسأل الله ان يحفظكم جميعا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر